قال السلف قديما قل لمن تصاحب أقل لك من أنت أما الآن قل لمن تتابع أقل لك من أنت أعني في مواقع التواصل الاجتماعي إن كثيرا من الناس الآن تأثروا وتعلقوا بمشاهير التواصل الاجتماعي واتخذوهم قدوات يقتدى بهم ويغرهم حسن المظهر وعدد المتابعين بغض النظر عن المحتوى الذي يقدمونه وأحقيته بهذه الشهرة يجب أن نعرف أنه لكي يكون هذا الشخص قدوة لابد أن يتصف بصفات معينة وإن أخلى بها لا يمكن أن يكون قدوة مهما كان مشهورا فالشخص الذي يطلق عليه قدوة هو الشخص الذي يمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى ولا يتهاون فيها مهما كلفه ذلك ولا يبث إلا ما هو مفيد وصالح للمجتمع فهنا نقول نعم القدوة ونعم الشهرة وما علينا إلا أن نسانده وننصح به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر